اعاد المنتخب الوطني الجمعي لألعاب القوى يوم الأحد لأرض الوطن متواجن بالميدالية الفدية في بطولة العالم لألعاب القوى التي جرت أطوار نسختها الـ 21 في السابع من شهر أبريل الجاري بسويسرا ولد وصوله لمطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء أكد رئيس الوفد سيد خالد الصمد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي أن الفريق الوطني المكون من 12 من العدائين موزعين منصفة بين فئة الطلبة والطالبات استطاع تأكيد حضوره بشكل كبير في هذه التظاهر الرياضية العالمية التي عرفت مشاركة 20 فريقا من مختلف القارات كما كان متوقعا ونتيجة الحمد لله الاستعدادات التي كانت مكتفة سواء في إفران أو في مهد موليرشيد وأيضا بالعزيمة والإصرار للفريق الوطني المغربي ذكور وإينات تمكننا الحمد لله بش نحصله على المرتبة الثانية دوليا بعد اليابان وقبل أستراليا من أصل 20 دولة لشركة في هذه الملتقة إن الجامعة الملكية المغربية للرياضة الجامعية استقدبت ضمن عناصر الفريق الوطني لخوض غمار منافسة دورة سويسرا نخبة من العدائين المتميزين يمثلون مختلف جامعة المملكة